سلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنرى تمرين من درس التكامل بالنسبة الثانية باقي علم هذه التцию cو اي احسب atives اي ماذا نكتم بدا بذلك في الاتصال الندب سأبدأ A زائد J تساوي تكامل من 0 A 16 1 على X زائد 4 تكامل من 0 A 16 A 3 X زائد 4 جيد حسنا هذا التكامل الذي لدينا هنا لدينا نفس الأطراف من 0 إلى 16 من 0 إلى 16 يعني سنجمعهم في تكامل من 1 من 0 إلى 16 1 على Xزايد 4 زائد Xزايد 3 على Xزايد 4 DX من بعد سنجمعهم في نفس الكسر لماذا؟ كأنه عندهم نفس المقام يعني سنجمع البسطين سنجمع داخل 1 مع هذه 3 سنجمعين به Xزايد 4 على Xزايد 4 DX طبعا حنا عندي هنا عدد على نفسه وعدد على نفسه وهو واحد يعني س Sand quê عندي التكامل من سفرة 16 делают 1 دي اكس دا باش نواضي نخص نعرف. دا باضي نخص نعرفشنا هي الدالة الاصلية دي الواحد الدالة الاصلية دي الواحد هي هي x يعني س Sand quê عندي هنا يا إكس من سفرة الين ستاش اللي هي الين ستاش ناقص ناقص 0 نقدر نبسط هنا A216 نقدر نبسطها واحد شوية أتولي عندي A216 هي 4 أس جوج أولا جوج أس ربعة اللي ستساوي لي 4 A2 جوج هذه اللي بغيت نبسطها شوية سينو نقدر نتخلي A216 اللي بغيت مزين هذا بالنسبة للحساب A زائد G سنحسب A-3G بنفس الطريقة A-3G تساوي عندنا هنا بالنسبة A A هي تكامل من سفرة L216 ديال X زائد 3 على X زائد 4 ناقص 3 تكامل من سفرة L216 ديال 1 على X بنفس X زائد 4 Dx طبيعة الحال هنا غضي يمكلي ندرب هات 3 هاتف هاتف الواحد اللي عندي هنا لداخل عادي وغسوالي عندي التكامل من سفرة L216 ديال X بنفس X زائد 3 على X بنفس X زائد 4 Dx ناقص تكامل من سفرة L216 ديال 3 على X بنفس X زائد 4 Dx طبيعة الحال كما قلنا هاتف التكامل عندهم نفس اللي يبغن عندهم نفس الأطراف يعني نجمعهم بتكامل من واحد من سفرة L216 وغضي ندير هنا X بنفس X زائد 3 على X بنفس X زائد 4 ناقص X 3 على X بنفس X زائد 4 Dx طبيعة الحال بنفس الطريقة هاتف 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 نكسرين عندهم نفس المقام يعني هاتف ندير الفرق ديال البسطين أتولي عندي التكامل من سفرة L16 ديال X بنفس X زائد 3 ناقص تحيير لي زائد 3 مع ناقص تحتش عدد المتقابلين على X بنفس X زائد 4 Dx اللي هي التكامل من سفرة L16 هنا بالنسبة أتولي عندي هنا X بنفس X زائد 4 هنا X بنفس X هي الاشتقاق X زائد 4 Dx اللي هي تساوي تكامل من سفرة L16 هذه هي المشتقة للدلة LN LN X بنفس X زائد 4 يعني عدد هنا LN X بنفس X زائد 4 Dx يعني أتولي عندي دلة الأصلية له دلة X اللي هي X زائد 4 ده بعرفت أنها هي LN X زائد 4 يعني اللي عندي هنا LN X زائد 4 من 0 حتى LN 16 وده بنفس الصور عادي غيرت اللي عندي هي LN X 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 4 يعني الصورة LN 16 به الدلة ناقص الصورة 0 اللي سأتحييط لها LN مع Exponential سأتبقى LN 16 زائد 4 اللي هي 20 ناقص LN Exponential 0 هي 1 1 زائد 4 هي 5 هذه 20 هي 4 5 يعني هاتو اللي عندي هي LN 4 5 ناقص LN 5 و LN 4 5 هي LN زائد LN 5 ناقص LN 5 عندي هنا هاتو تحييط LN 5 مع LN 5 و سأتبقى LN 4 اللي هي LN 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يعني أنه بالنسبة LN تساوي LN 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 يعني هنا في حل لولة عندي واحد نظمة في مجهولين ومعادلتين ما سنجعلنا هنا في الأول سنحاول نحاول نشد هذه المعادلة ونقسم هذه نأخذ هذه المعادلة الأول ونقسم المعادلة الثانية E ناقص E سأتحييط J ناقص ناقص 3 J هي J زائد 3 J اللي هي 4 J تساوي 4 LN ناقص 2 LN هي 2 LN إنه J ستساوي لي نقسم على 4 سأتقول عندي 2 LN على 4 يعني أنه J تساوي LN J على J ونقص القيمة J كما تساوي هي LN J على J سنعوض ها في المعادلة الأول عندما المعادلة لدي E زائد J تساوي 4 LN J سنعوض J سنعوض سأتقول عندي E زائد LN J على J تساوي 4 LN J يعني E تساوي 4 LN J ناقص LN J على J ونقص المقامات ونقص LN تساوي 8 LN J ناقص LN J على J هي 7 LN J على J وهذه القيمة J وهذا هو التمرين للتكامل الذي عندنا في هذا الفيديو نتمنى لكم تكونوا فهمتوا للشي هذا والله يصل الأمور لجميع